السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي في حصة جديدة لتصحيح تمرين المرجع في الرياضيات المساوى الثالث ابتدائي سنشغل اليوم على الدرس السابع الزوائية لزانكل الصفحة 32 إذن نبدأ بالتمرين لنبحث ونطبق ألف لنلاحظ الشكل جيدا إذن لدينا هنا شكل معين عبارة عن أضلاع مربوطة فيما بينها مرتبطة فيما بينها أولا ماذا نسمي نوع زوايا هذا الشكل؟ انظروا معي هنا لدي زاوية في هذا الجزء ولدي زاوية أخرى هنا وهنا وكذلك هنا إذن كما تلاحظون هذه الزوايا هي زوايا قائمة زوايا قائمة جيد لنحدد الأدوات الهندسية المستعملة لرسم هذا الشكل طبيعة الحال لكي نرسم شكل يحتوي على زوايا قائمة علينا أن نستعمل الكوس الكوس أو ما يسمى بالمثلث المثلث القائم الزاوية الزاوية جيد با نصنع زاوية قائمة من ورق أو نستعمل المزوات نعم يمكن كذلك أن نسميها مزواتا المزوات المزوات أو الكوس نستعمل المزوات للتعرف على الزوايا القائمة ونتم الجدول بكتابة أسماء الزوايا إذن نأخذ مثلث قائم الزاوية مثل الكوس ونأخذ هذا الجزء ونضعه هنا ثماما ونتأكد هل هذه الزاوية تتطابق ثماما مع أحرف المزوات أم لا إن كانت تتطابق نقول بأن الزاوية هي زاوية قائمة إن كانت غير مطابقة أصغر أو أكبر نعطيها أسماء خاصة إذن نبدأ بالزاوية الأولى بالنسبة للأنواع الزاوية لدي زاوية أصغر من الزاوية القائمة تسمى زاوية حادة والزاوية القائمة نعرفها مسبقا والزاوية الأكبر تسمى زاوية منفرجة إذن أنا سأقوم بتجريب أو باختبار هذه الزاوية باستعمال المزوات بالنسبة لأف فهي زاوية قائمة بالنسبة لأو هي زاوية أصغر من الزاوية القائمة وبالتالي فهي زاوية حادة بالنسبة لدي فعند استعمال المزوات نجدها مطابقة تماما للزاوية القائمة وبالتالي فهي أيضا زاوية قائمة إذن دي بالنسبة للسي فهي أصغر من الزاوية القائمة وبالتالي فهي زاوية حادة بالنسبة لبي هي أيضا زاوية قائمة وفي الأخير نجد زاوية أكبر من الزاوية القائمة وبالتالي فهي زاوية منفارجة ننتقل إلى التمرين الموالي إذن في هذا التمرين أصنعوا زاوية باتباع المراحل الطي التالية انطلاقا من ورقة مستطيلة الشكل إذن قموا في المنزل باستعمال هذه الورقة واتبعوا هذه المراحل ستحصلون على الزاوية المطلوبة إذن عندما نفتح هذه الورقة وأرسموا مكان الطي باستعمال المسطرة وقالم الرصاص وألوان الزوايا وأسميها كما هو في النموذج الخامس إذن انظروا عندما نقوم بفتح الورقة التي قمتم بطيها سنحصلوا على شكل مثل ما هو مبين في هذه الورقة شكل خمسة جيم أتمم الجذول بكتابة أسماء الزوايا لدي مجموعة من الزوايا B, C, A, B, C, D, W, E وأحدد ما هي أو أين تتواجد الزوايا القائمة أين تتواجد الزوايا الحادة إلى آخره أفهم؟ إذن بالنسبة للزاوية الحادة قلنا إن هي الزاوية الأصخر من الزاوية القائمة إذن نلاحظ هنا لدي B زاوية حادة C كذلك زاوية حادة و E هي أيضا زاوية حادة بالنسبة للزاوية القائمة لدي زاوية واحدة هي الزاوية D نلاحظوا جيدا أنها زاوية حادة وأخيرا لدي الزاوية المنفرجة ألا وهي الزاوية A وبالتالي أكون قد أنهي تمرين صفحة 32 وأنصحكم بشكل كبير بمراجعة معجمي فهو مهم بشكل كبير الزاوية L'ONGL إذا كانت أصغر من الزاوية القائمة تسمى زاوية حادة أمل أن تكونوا قد فهمتم جيدا الضرس ونلتقي في تصحيح للصبحة 33 من نفس الضرس شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر